السلام عليكم طلب الطلبات صف الثاني العتادي نكمل مع بعض حل ملحق كتاب جم صفحة 132 بتبدأ معي بامتحان رقم 12 السؤال الاول عندي يا شباب زي ما تعودنا سؤال لسن سؤال الاستماع خلي بالك سؤال الاستماع سؤال مهم عليه اربع درجات مضمونين بتسمع قطع كده صغيرة من خلال اللي انت سمعته بتبدأ تجاوب على الاربع اسئلة الاختياري دون طيب اهم حاجة في السؤال ده اهم حاجة انك تقرأ الاسئلة كويس جدا واترجمها قبل ما تسمع القطع لشان تبقى عارف انت عايز ايمن القطع السؤال ده يا شباب بيكون محلول عندي في اخر الكتاب علشان كده بنسيبه ونبدأ نحلم مع بعض على طول السؤال التاني في الامتحان سؤال دالك سؤال المحادسة خلي بالك اهم حاجة لازم تقرأ محادسة كلها على مهلك قبل ما تبدأ تحلم يعني شهيد بان عليه النوع الان بسبب انه فقد الباسبورد بتاعه طبعا ان شهيد بيكلم اكمل فاكمل بيقول له هاي شهيد المشكلة بان عليك انك الان يعني فقال له انا ضيعت الباسبورد بتاعي اكمل سؤال لشباب كان انه رد شهيد عليه انا رحطته فيه شنطتي معنى كده انه هو بيسأل عن المكان اللي هو حطه فيه وضعه فيه فهنا يقول له شباب ممكن يقول له where did you put it يعني اين انت وضعته فهنا يقول له where بعد كده did لان زمن المحادسة كله في الماضي فبقول له where did you put it اللي هي عيدة على الباسبورد قال له طبعا انا حطيته فيه الشنطة بعد كده اكمل هيبدأ يقول له حاجة فيقول له your bag to two معناها ايضا يعني شنطتك كمان فقال له no i lost the passport only يعني انا فقدت بس الباسبورد بتاعي اذا ابس قال له انا شباب هل بقى الشنطة كمان ضعت فيقول قال له ازاي طبعا هل هي did you did you lost يعني هل انت فقط your bag to الشنطة بتاعتك كمان قال له no i lost the passport only بعد كده اكمل بدأ يسأله سؤال قال له did tell the police هل انت اخبرت البوليس طبعا كان رد شهيد انا معرفوش هارا بعد كده يقول له you should طالما بينصحوا يبقى هو اكيد ما اخبرش فهنا يقول له يا شباب هيقول له no i didn't لان did you بجاوب عليها اكمل بدأ يقول له you should نقط طبعا بينصحوا بقى انت ياجب عليك انك انت تخبر البوليس فهيقول له you should tell the police هنا يقول له you should tell the police بدأ ينصحوا بعد كده بيرد عليه في الاخر شهيد يقول له انت على حق مثلا او يقول له اوكي فهنا يقول له you are right you are right انت محق لازم انا فعلا ابلغ البوليس على ضيع الباسبورد فيقول له you are right صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض عندي السؤال الثالث فيه امتحان سؤال القطعة خلي بالك سؤال القطعة السؤال المهم علي ستة درجات بيجيب لي القطعة صغيرة كده بقراها على مهلي واهم حاجة اخد وقتك كنت بتغرق قطعة وترجمها لانك هتهل على القطعة دي ست نوات عليهم ست درجات هنا هسيبك توعف الفيديو دقيقة وترجم القطعة على مهلك لو في حاجة وفت معك تبهلي في التعليقات ننزل نبدأ مع بعض في حل اسئلة القطعة السؤال اول بيقول لي خلي بالك كلمة فارزر معناها ابعد بيسأل يعني ايه اللي كان ابعد المدرسة ولا المطحف طبعا التغرق قطعة كويس هتعرف ان المطحف هو اللي ابعد يبقى قوله كلمة فارزر معناها ابعد السؤال اللي بعده بقول لي هنا شباب بيسأل يعني عن عمر الادوات اللي هو اكتشفها فهنا يقول له كانت من عشر تلاف سنة السؤال اللي بعده هنا بيقول لي طبعا بيسأل عن معاد الرحلة اللي كانت طالعة للوقصر فهنا يقول له كانت الاسبوع اللي فات كل اجابات دي بتجيبها من القطعة مش من دماغي عشان كده لازم تقر القطعة على مهلك والترجم السؤال اللي بعد كده عندي يا شباب بيقول هنا السؤال الاول بيقول لي خلي بالك بيسأل يعني هم رأوا الخواتم والعقود اللي كانت بتنتمي الى مين طبعا الى عائلات المصرية الغنية كلمة عائلات غنية اللي هي السؤال اللي بعد بيقول لي طبعا كانت من القارن الكامح مستر كانت من القارن الاربعطitude قالنر الاربعطaime اللي هو كلمة التالذ السؤال اللي بعد بيقول لي بعض الادوات كانت مصنوعة من الحجر anyway تاني الشباب طبعا والمعدن اللي هو كلمة مثال. يبقى هنا بعض الادوات صنعت من الاحكار والمعادن. كلمة المعدن الشباب اللي هو كلمة مثال. بعد كده بيجيب لي السؤال الاختياري. عندي عشر نقط. عليهم عشر درجات. سؤال مهم جدا في الامتحان. سؤال اول بولي طبعا هنا الشباب بيسأل عن فريق العمل. يعني ليه بقى فريق العمل ده مهم. فريق عمل اللي هو سؤال اللي بعد بولي يعني دي فكرة جيدة جدا. انك تحصل او يبقى معك يعني مرشد سياحي. مرشد سياحي يا شباب يفكرك عن كل حاجة في التاريخ اللي هو كلمة. صفحة اللي بعد كده انا كمل مع بعض السؤال الاول فيها عندي بيقول. خلي بالك هنا بيقول يعني ايه الشباب اللي انت تقدر تعيد تدويره في المنزل. طبعا كلمة يعيد التدوير اللي هي. سؤال اللي بعد وقال لي خلي بالك احنا بنحتاج اننا نعلم الناس طبعا كلمة careful with. عندنا كلمة ايه شباب careful with. مما يكونوا حذرين مع القمامة. يبقى كلمة with. السؤال اللي بعد وقال لي طبعا عندي حاجة اسمها يرسل رسالة نصية الى صديقها شباب اللي هي تكست. السؤال اللي بعد وقال لي كروباترا's needles اللي هي مسلة كروباترا. is a large and important not with beautiful designs on it. خلي بالك عندنا المسلة دي يا شباب مصنوعة من الحجر. عندي تحت هنا مواد كل المواد اللي تحت دي عندي مادة الحجر بس اللي هي مادة stone. فهيقول important stone. السؤال اللي بعده. بيقولي هنا my mother is a fantastic نقطة. طبعا الشباب عندي حاجة اسمها my mother is a fantastic cook. دي ما الاجابة هنا هتبقى عندي رقم دي اللي هي كلمة cook. السؤال اللي بعد كده بيقولي what sort of jobs do you not to do at home? خلي بالك عندنا نقاطة مهمة جدا الشباب اسمها have to has to. عبص على الفعل عندي اللي هو you. you نقطة وبعدين كلمة to. بالفعل ده هيزهاب بhave to. السؤال huge status. طبعا التماثيل الضخمة. تخلي بالك زمن الجملة دي كل يا مستر عندي as بعدها ماضي مستمر. as وماضي مستمر جملة التانية على طول ماضي بسيطي. بس هو. سؤال اللي بعد كده بيقولي نقطة بسملة text her friends before she goes too bad. خلي بالك انا زمن الجملة مدارع بسيط. عندي she goes. بسملة مفرد يا مستر. طالما بسملة مفرد وزمن الجملة مدارع بسيط في السؤال باستخدم does. بعد كده شباب بيبقى عندي سؤال correct. سؤال مهم جدا. عليه اربع درجات. بيجيب لي اربع نقط كده عليهم اربع درجات. طيب السؤال الاول عندي بيقولي. that bird is flying. بجيب لي كلمة faster. خلي بالك كلمة faster دي يا مستر. صفة اللي هي fast واخرها er. طيب كلمة fly يطير. انا عندي هنا عايز اوصف الفعل. بوصف الفعل بالadverb بالحال. يبقى انا هجيب الحال من كلمة fast اللي هو fast زي ما هو. فهنا اقول له يا شباب انه بيطير بسرعة يعني fast. سؤال اللي بعد يقول لي هو نقط the africa cup of nations in 2018. خلي بالك ان واي سنة فاتت ده ماضي بسيط. عايز هنا اجيب الفعل في الماضي من كلمة when اللي هو what. سؤال اللي بعد كده بيقول لي my plane طائرتي نقط the airport at 7. خلي بالك عندنا زمن المدارع البسيطة يا شباب. my plane دي فعل مفرد. المفرد بيضيف لفعل s. عايز يقول لك طائرتي تغادر. يبقى هنا كلمة leaves. مش الفعل في المصدر الشباب. انا احط الفعل واضح له اس. بقول له كلمة leaves. السؤال اللي بعد هو بقول لي you not. بجاب لي not have to take out the rubbish. I did it this morning. يعني بقول له انت مش مضطر ابدا انك تأخذ او تخرج القمامة لان انا عملت ده في الصباح. طبعا انا عايز انفي have هنا مستر. have كلمة مضطر انا شباب لها have to. لو ما اجم فيها بقول له don't have to. طيب انا عندي two في الجملة مستر خلاص اللي انا هكتبه هنا كلمة don't. بعد كده اقول له have. ازبط الجملة. بدل not have خليها don't have. وعندي two في الجملة واكمل جملة عادي.